السلام عليكم يا أحلام وتابعين في الدنيا رب دايما تكونوا بخير النهاردة عندي فكرة حلوة جدا وهي إزاي نعمل ماسك للأولاد سواء للمناسبات أو سواء للمدرسة في الأنشطة المدرسية كل اللي هعمله إن أنا هكتب في السيرش بتاع جوجل إزاي أعمل ماسك للأولاد في المناسبات أو إزاي أعمل ماسك بنتين أو باتمين هيطلع لي طبعا ماسكات كتير جدا ببدأ إن أنا أخدها على الحجم اللي أنا محتاجه على قد وش الأطفال وببدأ إن أنا أعمله على ورق الزبدة وأرسمه وببدأ أعيد عليه زي ما انتم شايفين كده وببدأ أقصه بالمقص وبعد كده بحطه على ورق الفوم وأقص عليه فكرته سهلة جدا وحلوة وبسيطة مش هتاخد منكم موجود بس بتبقى حلوة جدا لو عندكم أعياد ميلاد أو أنشطة مدرسية بتحسوا إن أولادكم مختلفين عن الأولاد التانين وبالنسبة لتزيينهم ده بيرجع لكم إنهم كل واحد والحاجة اللي بيحبها دوس دلوقتي لايك حالا وكمل الفيديو للآخر أنا كده رسمتها بيجي من مطرح العينين ببدأ أرسم من مصطرة بنفس المقص ده كده بس الأول بزبطها على الوش بتاع الطفل علشان لو مش مزبطها أبدأ أقصها مزبوط زي ما أنا عايز كده خلاص فرق ده هبدأ بأن أنا أعمل أكتر من واحد أنا كده ببدأ أعملها من الدار كده أو من الوش مش هتفرق لأن ديت مش هيبقى فيها وش وضع زي ما أنتم شايفين كده شكلهم حلوين جدا سيدة زي ما هم كده أنا ممكن بس أزين لكل واحد على الشكل اللي هو بيحبه لأن كده ده عندي ستان من الفض دوت هبدأ إن أنا أعمله يمين وشمال الماسك ده بحيث إن الأولاد بيربطوا من وراء عايزين تعملوها بأستيك بنجيب دباسة وبنجيب الأستيك اللي هو بتاع الفلوس وبنبدأ ندبسه يمين وشمال وبنحطه في الويدنا على طول حابين تعملوه بشريت الستان وأنا أفضل لأنه بيبشكله أشيك فبنعملو بشريت الستان الفض ده بيطلع شكله حلو جدا ومش مكلف خالص هبدأ بقى كده إن أنا ألزق كويس بس حسبه من الشمع مصدد الشمع ده ساعت وحشة جدا وهو كده من بعيد كده نلزق وبعد كده نزبطها شوية أنا كده خلاص عندي التلات ألوان للتلات أولين ببدأ بقى إن أنا عايز شوف التزيم بتاعهم إيه أنا كده عندي بيبقى فيه لعب أطفال كده بتقع من نوم هبدأ إن أنا أزين به أنا كده ده عندي ده دبتوبس ومطوت كده هبدأ إن أنا أحطه في الوش وممكن أكتب عليها باتمان لو أنتم عايزين أنا كده عندي برضو الوش البناتي ده هلزق له القلب دوت ده بيبقى وعبن دوك من أي حاجة عندكم حاجات بسيطة جدا هتفرحهم جدا أنا عندي بقى ماسك بنتين اللي هو الشهير اللي كل الأولاد بيحبوه هبدأ إن أنا أقطع من الفوم الأصفر السادة كده كلمة بنتين وهبدأ ألزها يمين وشمال علشان خاطر تدي شكل حلو جدا لي الأولاد كلها دلوقتي بيحبوا الشخصية بتاعت بنتين دي فبتبقى حلوة إن انتم تستغلوها في البيت بتعملونهم أكتر من فكرة لها لأن بالنسبة للكرتون بتاع بنتين دوات مش بيبقى فيه ألعاب كتير لي عندنا هنا في مصر بيبقى الكرتون ده أكتر موجود في السعودية فبيبقى معظم الألعاب بتاعت بنتين موجودة في السعودية فإحنا مفروض إن إحنا بدل ما إحنا ما منجب لهمش حاجة وهم ما يسألوا عليها إن إحنا نحاول نشوف البديل ونعمل هلوم إحنا بأيدينا يارب بتدس لايك لأن فيه ناس كتير ما بتدس لايك فكرة المسك ده حلوة جدا للأنشاطة المدرسية معظم المدارس دلوقتي بتقولك اعمل أنشاطة مدرسية فالجديد إن إنت تعمل لهم حاجة مختلفة شوية للأولاد بالنسبة لحفلات المدرسة بيبقى حلو جدا إن إنتوا تستخدموا المسكات ديت لأن في بعض من المدارس بتعمل حفلة يوم الخميس ما بيبقاش فيه دراسة خالص فأنتم حلوين جدا إن إنتوا تميزوا أولادكم بالحاجة اللي عندكم بصوا شكلوا حلو أو إزاي أتمنى إن الفكرة تكون عجبتكم ما تبخلوش بقى عليها باللايك وشير وسبسكرايب ولو لسه أول مرة بتابعني انزل بسرعة اضغط اشتراك وفعل الجرس علشان إن شاء الله يوصلك الجديد أول بقى شكر جدا لكم للمتابعة للآخر ومع السلامة اشتركوا في القناة